الحمد للعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ربيقنا محمد وعليه وصحبه من إفلاو داستان بسنته إلى مدين درستان سيدي سبنجا من التعليق على التبيان في أداب حملات القرآن التعليق هو كي التبيان كتابه من مؤتبيان دمئك وإندروك القرآن دين الله التي اجرى لها تلك النزول على قرآن التقليد تلك النزول على استعمالها تحرقها والسلام على تلك المفرادات التي تشاركها وإنما أن تقرأه ما تركها في نزول ، فقط nessaهاية يجب أن يكون المصرف بضم الميم وفتح السعاد وكسر الرأي وقال أن يجوز فتح الرأي ويجب أن يكون المصرف وليس بشيء ويجب أن يكون المصرف وقال أن أبو الأحوص بلحاق والصعد بلحاق والصعد وسمه براثم تمندون عوخ بن مالك الجشمي ومعطوفانة وقال أن يأتحدث وفتح السعاد المعجمدين منصوب إلى جد القبيلة فستات فيه ست لغات فستات الفستات فستات فستات تشديد بدل الطاع فصاط فصاط بتشديد السين فصاط فلن هذا أكبر بتشديد السين والفاء فلن هذا فيهن مضمومة فاء فصاط فصاط فص فصاط 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 ومكسورة فصاط 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 والمراد به الخيمة والمنزل كما كان فانك رميان ولم ترلسل كما كان الخيمة رأب الله فعلم فصلا ومكسورة والدوى فصلا ومكسورة النخعي وفنن بفتح النون والخاء منصوبني إلى النخعي جد قبيلة على إبراهيم يقول لك إبراهيم النخعي نعم حلب شاتن حلب شاتن فأرابون لمن سألوا لموت فأرابون لمن سألوا فعل هذا حلب شاتن ولا حلب ناقة نعم سألوا لمنISA مثل هذا الحل ان الخامج نعم نعم يعني ولا حلبة يعني سافونه يعني حلبة شعة يعني بفتح اللام ويجوز إسكانها في لغة قليلة نعم الرقاشي لفتح الراء وتخفيف القاف الرقاشي ولا أقول القذافة قذافة يعني بقالعود يعني أممم وأولاد برا قذافة ما أولاد برا كل أولاد ما بارد نعاتو بقالعود ولأكذا visão لك يالاعد وفتات الخرق يعني فعنور يعني تعني نحن يتصبح على هذه الرجالات يعني تصبح مستوى ١٣ي ليسوا القضاء وإنه reliably يرى خلال المسجد ويقنص منه من فتاة مرتقة سليمان بن يسار موت ولا موت أقاطوا موت بالمثنات ثم السين سليمان بن يسار مثنات ولا يات ثم السين مثنات تحتية ثم السين المهملة ومن من تنبوست سليمان بن يسار أقابوا أسيد بضم الحمزة وفتح السين اسمه أتوقف عمد ولو مالك بن ربيع شهد بدرا تنطحني 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 ولو بكسر الطائق وفتحها تنطحي ولا تنطحني نا تحن من طول عم ولا جنكرو منتشر جدا بكسر الجيم وهو مصدر جدا لأشنان أو أشنان يضم الحمزة وكسرها ويسافه أنه إشنان لغتان كنفلا لم يكرا نعفلا ذكرهما أو عبيدة وهمزة أشنان أصلية ولم أمانك الزائدة يسافه أنه إشنان أشنان أو إشنان وابن الجواليقي الجواليقي وهو فارسي مهرب وهو بالعربية المحض المحضة المحضة ولم أدراسه ولم تنقلان يجوز به التشديد والتخفيف وإساء السلد وإساء التخفيف وعلى الرواياني أو الرواياني أو الرواياني بضم الرأي وإسكانه الواو منصوب إلى الروايان أو الروايان قوله على حسب حاله هو بفتح السين حسب أي قدر طاقته الحمام معروف وهو مذكرا عند أهل اللغة حشوش موضعه على ذرا حجر الإنسان بفتح الحائل وكسرها حجره ولا حجره أكرر أنا أعرف هذه هي عائشة فأنا ندينه معلومك بالك حجر النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ولا الجنازة بكسر الجيم ولا فتحها لغتان يعني من جنازة إذا ستر أقابل رغل فرغم والكسطر فأنا ندينه معلومك بفتح الباء وإسكان الهاء والزعي زرارة بضم الزائل أحمد بن أبي الحواري بفتح الحاء وكسر الراء ومنهم من يفتح الراء بلقا كره ولنا حوارا ولا حواري وكان شيخنا أبو البقاء أقوله الكرمه أبو البقاء خالد أن أبو لوسي رحمه الله تعالى يحكيه يعني بحار فترر وربما اختاره وكان علامة وقته أنه أجمانه للمبالمات في هذا الفن ينفنر مع كمال تحقيقه فيه يعني هو اسمه هنه واسم اس أبي نعم مع كمال تحقيقه فيه ولمو كرموني بمعصده طولته أن ينقنال نعم الحواري ولمو عبد الله بن ميمونتي بن عباس بن الحرف الجرعي بضم الجيم والراء كروا لنا الجرعي نعم أبو الجوزاء بفتح الجيم وإزاي اسمه أوس أطوم والتبين عبد الله وقيل أوس بن خالد يعني يعني حبتر وليس أبو الجيم بحاء مهملة هم من تموصده مفتوحة يعني كافتها لنباكرنا ثم باء موحدة ولم باء ميتم مكين سردوما ساكن يعني حبتر ثم تامو ذنة ولم تأمو يتمو فلسون من فوق سندل مفتوحة اقافتها لنباكرنا ثم رأ وقال رأب بلده ولم أقول الرجل الصالح ولم وكن هو القائم بلور بحقوق الله على الحق من سكر العالم وحقوق العباد كذا قاله الزجاج الزجاج يا فتن وصاحب المطالع وغيرهما وليا فسردن أبو ذر اسمه جندب ولا جندب يعني وقيل يعني برير ولا برير بضم الموحدة وتكرير الرأي برير يعني اجترحوا السيئيات وقدوا من دي اكتسبوها ولا يجاوما البار ولا ما علينا انتنقا العارو يعني ولا أقب بكسري أه بكسري الشين العلامة باري الشينو مناقلو أهان الشعارو نلجا دي شينو جلن الشعارو ولا العلامة نا تعمل سيرو نا الشراكو بكسري الشين هي السير الرقيق الذي يكون في النعل ظاهر القدم جلو من قطر سمتو سنتو يكعدون سنفر التيم يكعدون الشراك الشراكونا عليه أم سالمة أتمنت اسمها هند وقيل رملة وليس بشيء أخبرك أتمن رملة لتمنى كماته عبد الله بن مغفل يضم الميم وفتحه الغين المعجمة والفاء وليما تؤدي كارا والنعم اللغط بفتحه الغين ولم وإشكانها يعني بإشكان اللغط أو لغط لغتان كارا والنعم هو اختلاط الأصوات ولم كان لجمال وركان لجمال المعوذتان بكسر الواو كارا والنعم معوذتان المعوذتان الأوزاعي أتوهم اسمه عبد الرحمن بن عمر أتوهم إمام الشام شام نقول للمباء في عصر يا جمان منصوب إلى موضع بباب فرديس يا دم من دلال من فرديس من دمشق يقال له الأوزاع وقيل إلى قبيلة دولك يا دم من دكابير وقيل غير ذلك اللي يفت من فرديس من دوت عرزب بفتحه عين مهملت عين من من تموسد مفتوحة من تأسير فتح النباكرا ثم راء ساكن وقال راء من سكون وقال عر ثم زائل أذننا أذنا أي استماعا يعني أذنا لا الله يعني أشد أذنا بفتحه همزة والذال أي استماعا أذنا القينة ولا القينة القينة بفتحه القاف المغنية ولا مدنك الله لهم بفتحه طوباء وقال خير لهم وقال خير بفتحه وليه فسر الذي نونه يعني كذا قاله أهل اللغة الأعمش أطوم السليمان بن مهران أبو العالي بالعين المهملة اسمه رفي أطوم بضم الرائع أبو لبابا الصحابي أطوم كاثرن بضم اللام اسمه بشير أطوم وقيل رفاعة بن عبد المنذر للك أطوم غشمه ولم الظلم دي بشمت قوله يعني عيناه تضروفاني وقالهم من الدعي ينصب دمعه ما يفلوك إن يا جيوب وهو بفتحه الت تضروفاني بشمال يعني المثنات من فوق وكسر الرائع فما خطبكم وخطب من الأي ما شعنكم من مالسولة الأيام معدودات الأيام المعدودات ولم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر يعني ترسوا من كلاب الناس لك تشميت العاطش وهو بالشين وبالسين إذن يكابك عاطش نعاتس فالقفال يلف المذكور هنا المروزي قفال المروزي عبدالله بن أحمد لم يقرن بضم الرائع على اللغة الفصيحة وفي لغة بكسرها نعا أخو البغوي منصوب يعني إلى بغين مدينة لمات مدينة بين هيرات واللهورات ومروى ويقال لها أيضا بغشور واسمه الحسين بن مسعود إمام البغوي معروح الآصال جمع أصيل وهو آخر النهار وقيل ما بين الأصر وغروب الشمس ذلك طبعا سرورك لذا أنت دعو بإليك أفو إليه الآصال زبيد بين الحرف فات بضم الزائق كرة وزام وبعدها موحدة مصوحة أي بعد نعرض فتح بم يو نينو المافا عجيب لأنني نينو يقارب بغفو ماء سبوح قدوس سبوح سبوح قدوس أنا روالدو قدي سبوح قدوس بضم أولهما وفتح لغتان مشورتان كوف للم الفرمان أبو أبو قلاب بقسر القاف وفتح اللام وتخيف الموحدة اسمه عبدالله بن زيد أبو 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 نال جمال بدي أنسى سخير بكسر الشين والخاء مشددة يعني نطرح بن سخير الحكم بن عتيبة هو بالتاء مثنات عتيبة من فوق ثم مثنات من تحت ثم موحدة المحي والممات الحياة والموت المحي والممات الحياة والموت اوزعهم ألهمهم ولا إلهام حمدا ولا يقول الله حمدا حمدا يوافي نعمه أي يصل إليها يعني فيحصلها ولا يوافي نعمه من بالنعمه سيلا مولم لا إن شكركم لا زيدنكم حمدا يوافي نعمه ويكافئ بفتح الصعاد المهملة والميم وقيل بضم الميم السميلي وهو غريب بفتح الصعاد وقال بسط نعمه بيانه بفتح الصعاد في تهديب الاسماء تقولوا بنيوتوا واللغات فهذه أحرف والمحرف والجيزة والمشكلة كانت مجموعة والمهم يمكن أن يكون ومن مهم وفتح الصعاد ومن المهم بعض الأمر والمهم اتضمنوا أنهم يتشاركوا وما أذكر كما تعلم온 هذا، وكما تعلمي الظاهر وكما من قرار لندن اصبحت لطراقه لمن لا يخالط العلماء لأنه يتفع به بأنه يقدم بركة المكان هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب وهو نبذة مختصرة ومختصرة ولم يكن لدينا ولم يكن لدينا بالنسبة إلى آداب القراء لأنني أعلم أن نقرنا لدينا لدينا من صفحة الله ولكن لدينا ولكن لدينا ولكني كنت لدينا وتتحدثنا وليث ذكر أول الكتاب من أن هذه الكتاب وأنها تنقفنا وأنا أسأل الله للعظيم دعم أكارك ليس لن نفعه القرآن ومشاهدنا لأن نفعه الممكن لأحبابي وكل نظر وكل ناظرين ينكر الله وينكر الله وينكر الله فيه كتابات المسلمين في الدارين ويسرهم يتوحوا على الطبيعات المسلمين ويحصلوا على الحمد لله ومن قد يقول على رب العالمين ويحصلوا على الناس ويحصلوا على نعمة ترجمة نانسي قنقر والحمد لله رب العالمين تنتقى من قطب عليه دفعوا بماريو مونا بعل بلو تموه الافوائد الافوائد نعم الفوائد البندل الفوائد المزيدة على الكتاب ونعمر انه اخره الى غديد غديد؟ نعم على الله تعالى